اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاسلحة التي يستلهمونها من الاخرين العرب امة السيف تاريخهم ديوان حافل بالحروب قبل الاسلام وبعده اليكم ابرز ابتكاراتهم العسكرية الرمح اول الاسلحة الهجومية التي عرفها العرب كانت الرمح وهو عصى طويلة ذات رأس مدبب ويتكون من القناة والسنان ويستخدم للطعن والرمي والنقب وقد يكون من الخشب القوي او المعدن وكان العرب في البداية يستوردونه من الهند ثم طوروه وجعلوه سلاحا محرقا بلف قطعة من اللباد مشبعة بمزيج من المواد القابلة للاشتعال حول سنانه وابتكر الشيخ ابو حسن الابرقي في القرن الثاني عشر الميلادي الرمح ذي السنان النشاب وجديدة ان حربة الرمح تنطلق باتجاه الخصم بمجرد ان يضغط المحارب على زر معين في قناة الرمح نفسه واستمر استعمال الرماح قائما حتى اعقاب العصر المملوكي الخنجر واستعمل العرب ايضا الخنجر وهو سلاح ذو حد او حدين اقصر من السيف واقدم منه يوضع في قراب يحمل وسط الجسم وكان يستخدم للطعن خلصة وكانت النساء يحملنه في الغزوات للدفاع الشخصي وقد تفنن العرب في زخرفته ومنه انواع مختلفة كالحويرث والجنبية او القديمية السيف يعد السيف ايقونة السلاح العربي منذ العصر الجاهلي وظل محافظا على مكانته حتى تداعت تدريجيا مع انتشار البنادق في بدايات العصر العثماني وهناك انواع عديدة منه مثل اليماني نسبة الى اليمن وكان اجود السيوف والهندي استورده العرب من حيدر اباد والقلعي والمشرفي والسريجي ابتكره رجل اسمه سريج من بني اسد الذين اشتهروا قديما بالحدادة والكوفي ابتكره رجل يدعى زيد بالكوفة وغيرها القوس والسهم اول من عمل الاقواس من العرب رجل من بني الاسد يدعى ماسخة كما ذكر الاصمعي وهي الى الى حربية تستخدم في الرمي تصنع من عود من الخشب اللين المتين مقوس كالهلال تثبت عليه اوتار من الجلد ترمى به السهام ومنذ العصر الجاهلي استخدم العرب القوس والسهم واستمر كسلاح اساسي حتى نهاية العصر المملوكي واخترع العرب القوس الانبوبي وهو نقلة كبيرة في صناعة القسي والجد القديم للبندقية فقد اضافوا قطعة جديدة الى القوس سموها المجراه وهي انبوب من الحديد او الخشب فيه شق يوضع فيه السهم ثم يطلق فيندفع لمسافة بعيدة وبدقة متناهية وكانت المجراه اول اطوار القصبة الصبطانة في الاسلحة النارية كما ان الانواع التي صنعت في اواخر القرون الوسطى من هذه القسي تشبه الى حد بعيد الغدارات النارية كما اخترعوا قوس الحسبان وهو سلاح فردي طوره العرب ويمكنه ان يطلق مجموعة من السهام الصغيرة دفعة واحدة الدبوس عرف العرب الدبوس او المطرقة وهي عصا قصيرة من الحديد لها رأس حديدية مربعة او مستديرة يحملها الفرسان في سروجهم ويتقاتلون بها عند الاقتراب وظلت مستخدمة حتى العصر المملوكي البلطة واشباهها استخدم العرب البلطة وهي سلاح له نصل مسنون من الحديد مركب في قائم من الخشب وكانت مهمة البلطجية فتح الطرقات في الغابات امام الجيوش وقطع كل ما من شأنه ان يعوق تقدمهم كما اخذ الطبرزين عن الفرس وهو يشبه البلطة برأس نصف مستدير يركب في قضيب من الحديد او الخشب القاسي وبدأ العرب في استخدامه لاول مرة في الحروب الصليبية وتحديدا في موقعة المنصورة التي جرت بين المصريين والصليبيين ثم قل استخدامه تدريجيا منذ ذلك العمود كذلك يعد العمود من الاسلحة العربية وهو آلة حربية ثانوية من حديد ذات أضلع يحملها الفرسان في السروج تحت أرجلهم ويتقاتلون بها بعد التضارب بالسيوف والرماح كما استعمل النبوت ويبدو من اسمها أنها آلة سريانية وهي عصا غليظة مفلطحة الرأس مرفقة من طرف وثقيلة من الطرف الآخر وقد يجعلون في رأسها المسامير الحادة لتصبح أكثر تأثيرا كما استعانوا بالخطاف وهو يشبه الطبرزين ولكن رأسه أقل استدارة وأصغر حجما الدرع اقتبس العرب الأسلحة الدفاعية عن الأمم الأخرى فأخذوا عن الفرس الدرع وهو ثوب من حلقات حديدية لحماية البدن من العنق إلى الركبتين أو ما دونهما وأتقنوا صناعته وطوروه فاخترع مرضي بن علي المرضي الطرسوسي مزيجا معدنيا لصناعة الدروع كي لا تتأثر بضربات السيف وطعنات الرماح ورشقات السهام انتهى عصر الدروع في العصر العثماني مع انتشار الأزياء الإفرنجية العسكرية الترس عرفوا أيضا الترس أو المجن وهو صفيحة من المعدن أو الخشب تمسك باليد بواسطة مقبض لحماية المقاتل صنعه العرب منذ العصر الجاهلي من جلد البقر ثم الخشب واخترع أبو الحسن الأبرقي ترسا يستعمل كسلاح هجومي أيضا بإطلاق سهم منه بالضغط على زر خفي في عقبه كما اخترع الطرسوسي مزيجا من المعدن لا تؤثر فيه ضربات السيوف الحسك الشائك استعمل العرب نوعا بدايا من الألغام يسمى الحسك الشائك وهو شوك من الحديد له ثلاث شعب يلقى حول المعسكر وكيفما وقع على الأرض برز منه سن مرتفع فإذا داسه جواد أو إنسان عطب وكان ينشر حول الخنادق لتحصينها الدبابة بدءا من العصر الجاهلي أخذ العرب آلات الحصار من الأشوريين مثل الدبابة وهي آلة لنقب الأسوار عبارة عن صندوق خشبي عليه برج مربع مسقوف بلا أرضية يسير على عجلات وتحته عدد من الجند يدفعونه إلى سور الأعداء لكي يحتثوا فيه ثغرة وطورها العرب وضخموها وغطوها بالجلد المشبع بالخل كي لا تشتعل بسهولة ولعبت الدبابة دورا مهما في معارك الجيش العباسي لا سيما في معركة عمورية عام 837 الكبش أخذوا عن الأشوريين الكبش وهي آلة لدك أبواب وأسوار المدن عبارة عن كتلة خشبية ضخمة مستديرة ركب في نهايتها رأس من الحديد يشبه رأس الكبش محمولة بسلاسل وكان يأخذ الجند في أرجحة رأس الكبش للخلف والأمام ويصدمون به الأسوار عدة مرات حتى تنهار واستخدمها العرب اليمنيون في العصر الجاهلي واستخدمها المسلمون في غزو منطقة الكيرج في الهند سنة 725 وفي محاصرة عمورية سنة 837 الزحافة اقتبسوا عن الأشوريين الزحافة وهي برج متحرك مؤلف من عدة طبقات يختبئ فيه الجند يحمل على ناقلة تدفع باتجاه سور مكان محاصر وينتهي بقنطرة خشبية يمكن إلقاؤها على طرف سور الحصن ليمر عليها الجند عند اقتحامهم السور ظلت الزحافة مستخدمة على نطاق واسع في الجيوش العربية واستخدمت في الحروب الصليبية من قبل الطرفين على السواء ثم اختفت منذ ذلك الحين المقلاع وعرف العرب آلات رمي الحجارة مثل المقلاع وهي آلة بدائية عرفوها قبل الإسلام تتكون من قطعة مستديرة من الجلد أو القماش يوضع فيها حجر ولها حبلان أو ثلاثة مربوطة بالكفة ويقوم الرامي بتدويرها عدة مرات ثم يفلت أحد هذه الحبال لتنطلق قطعة الحجر المنجنيق وأخذ المنجنيق عن الفرس وهي آلة حربية لرمي الحجارة في الأساس من خلال ذراع خشبي متحرك مثل الشادوف قائم على قاعدة من الخشب السميك وطوروها بحيث تطلق كرات النفط بدلا من الحجارة وحققوا بها انتصارات هائلة في الحروب الصليبية ثم انتهى أمرها مع ظهور المدافع في العصر العثماني وعرفوا أيضا العرادة آلة حربية تشبه المنجنيق وأصغر منه حجما وتستخدم للقذف وكذلك الرتيلة وهي آلة تقذف الحصى على العدو الغازات الخانقة كما اكتشفوا الغازات الخانقة باستخدام الكبريت والزرنيخ مع الكلس الزرافات أو القنابل وعرفوا القنابل أو الزرافات كما سموها وتصنع من زجاج أو حجر مجوف مملوء بالنفط فيشعلها الضارب ثم يرمي بها ويكسرها وقد استعملت تلك القنابل في القتال البري أواصط أيام الدولة العباسية كما ذكر ابن الأثير وغلب استخدامها في المعارك البحرية أول غواصة في التاريخ هل تعرفون أن معاوية بن أبي سفيان اخترع أول غواصة في التاريخ عندما كان يحاول غزو القسطنطينية لكن استخدامها لم يتعد هذا التاريخ وقد ذكر الترسوسي في تبصرة أرباب الأرباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء أن معاوية بن أبي سفيان لما استعصى عليه غزو القسطنطينية فكر في صنع سفينة يمكنها أن تغوص تحت سفن الأعداء وتغرقها فاخترع ما نسميه اليوم بالغواصة وسماها سمكة البحر وحقق بها بعض النصر لكن استخدامها لم يتعد هذا التاريخ النار الحضرية وابتكر العرب أسلحة نارية مثل النار الحضرية النار اليونانية وهي خليط كيميائي شديد الاشتعال منشأه مدينة الحضر في البادية في القرن الثالث للميلاد تقريبا وكانت تصنع من كرات النفط الثقيل وأضيف إليها القير ثم مسحوق بذر الكتان ونوع من البخور ثم تطورت وأضيفت إليها مادتا نترات البوتاسيوم والتربنتين وخام حجر الكحل وشحم وجير حي وكانت تحترق تلقائيا إذا رطبت بالماء أو احتكت بالهواء في انطلاقها فتنفجر وتحرق كل ما يصادفها استعملها العرب في الحروب الصليبية لا سيما في الحملة السابعة حيث كانت مفاجأة مدوية للصليبيين كبدتهم أفدح الخسائر وتقدم العرب في تطويرها في أساطيلهم لا سيما في العصر الفاطمي كما استعمل العرب المرايا المحرقة وهي سلاح عبقري شرحه ابن أخي حزام في كتاب المخزون جامع الفنون ونقلوه عن اليونان وطوروه وهو عبارة عن مرايا تجمع أشعة الشمس وتسلطها على المدن والقلاع المحاصرة وذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى في صناعة الأنشى أنها كانت تستخدم لحرق القلاع بشعاعها ولعل الحسن بن الهيثم أول من أثبت هندسيا حالات الإحراق بالمرايا المحرقة وقد ألف في ذلك رسالة المرايا المحرقة بالقطوع البنادق عرف العرب البنادق وسموها الجلاهق وكانت تطلق البندق الرصاص من الجراوة كيس من الجلد يحمله البندقي واستخدمت بكثرة بداية من العصر المملوكي وأول عهد للعرب بالبنادق كان مع البنادق الهوائية وكانت طرازا بدايا يتكون من أنابيب نحاسية بها فتيل مشتعل في طرفها وكانوا يصنعون كرات من خليط النار اليونانية في الأنبوبة وينفخونها بالفم عبر الأنبوب فتنطلق وتشتعل بملامسة الفتيل ولقد أدت تشابه بين البندق والبندقية إلى زعم بعض الباحثين أن العرب أخذوا البندقية عن مدينة البندقية فينيسيا الإيطالية في حين أن البندقية المذكورة في مصادر التاريخ العربي ليست سوى تلك الأنابيب النحاسية الهوائية البسيطة ومن شأ هذا الالتباس أن كلمة بندق في اللغة تعني الذي يرمى به لأنهم كانوا يرمون كرات النار عبر هذه الأنابيب أما البندقية الحديثة فقد شهدت تحسينات كثيرة بدءا من القرن الخامس عشر